ترحيب عربي ودولي بالاتفاق بين الأطراف السودانية وقوى الحرية والتغيير تقول إن ما تحقق مدخل لحل الأزمة بعد مظاهرات الجمعة العشرين بالجزائر المعارضة قد تطرح رؤيتها في ندوة الحوار اليوم بشأن المرحلة المقبلة الحرس الثوري الإيراني يهدد باحتجاز ناقلات نفط بريطانية بعد تمديد سلطات جبل طارق احتجاز ناقلة النفط الإيرانية نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس الأعلام أهلا بكم أعلنت قوى الحرية والتغيير تفاصيل الاتفاقي بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في السودان وقالت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي إن الاتفاق شمل المرحلة الانتقالية وتشكيلة المجلس السيادي مشيرة إلى أن ما تحقق هو خطوة على طريق تحقيق أهداف الثورة تظاهر الألاف في الجزائر العاصمة وباقي المدن الرئيسية في البلاد في الجمعة العشرين منذ انتلاق الاحتجاجات ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بدرورة الاستجابة لمطالب الحراك بينما تباينت مواقف المحتجين من دعوة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح للحوار أصدرت السلطات في جبل تارق قرارا يقضي بتمديد فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما إضافيا وقد طالبت طهران بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة في مياه جبل تارق وهدد الحرص الطوري الإيراني باحتجاز ناقلات بريطانية ردا على هذا الإجراء نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الجيش الوطني الليبي يتحرك المشاركة في عملية توفان الكرامة أهلا بكم من جديد أعلن الجيش الوطني الليبي تحرك كتائب عسكرية للمشاركة في عملية توفان الكرامة لتحرير ترابلت من الجماعات الإرهابية وقال الجيش أن تحرك هذه القوات يأتي ضمن المرحلة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية مشيرا إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي وزارة الداخلية بمنع تطبيق إلكتروني أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي وبإدارة يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا طالب نواب في مجلس الشيوخ الفرنسي وبرلمنيون بريطانيون في مؤتمر صحفي بحذف هذا التطبيق الذي يدعى يورو فتوى باعتباره يروج لخطاب الكراهية والتطرف في الختام تذكير بأهم العنوين ترحيب عربي ودولي بالاتفاق بين الأطراف السودانية واقوى الحرية والتغيير تقول إنما تحقق مدخل لحل الأزمة بعد مظاهرات الجمعة العشرين بالجزائر المعارضات قد تطرح رؤيتها في ندوة الحوار اليوم بشأن المرحلة المقبلة الحرس الثوري الإيراني يهدد باحتجاز ناقلات نفط بريطانية بعد تمديد سلطات جبل طارق احتجاز ناقلة النفط الإيرانية بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس أكاديمي دوت تي بي شكرا للمسابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة